السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام حين دققت في كلمات المزاح عرفت الحقيقة وبيبدأ في المينة سنة 1952 جوا دير في رومانيا الراهبة الأكبر ووحدة كمان من الراهبات بيقربوا من باب خطير جدا ومعاهم مفتاح معين وأول من الراهبة الأكبر بتفتح الباب علشان تجيب اللي سموه الأسر المقدس بتفضل الراهبة التانية تدعي وتصلي علشان تحميها وترجع بأمان لكن فجأة بتسمع أصوات غريبة وبتظهر الكاهنة الأكبر وهي متضمرة وبترمي المفتاح اللي معاها وبتطلب من الراهبة تتصرف زي ما اتفقوا لأن الشر خلاص هيسيطر عليهم فبتاخد المفتاح وبتجري على واحدة من غرف الدير وبتفضل تدعي وبتلف الحبلة حوالين رقابتها وهي خايفة ومرعوبة من اللي بيحصل حواليها وبمجرد ما شافت ظل بيقرب منها قررت تنهي حياتها في الحال والتاني يوم فتى القرية فرنشي اللي بيجيب المؤن بيتصدم بشكل الراهبة المنتحرة وبيبلغ فورا وعلى الطرف التاني في مدينة الفاتيكان بيبقى القصة المحنك أنتوني موجود لأنهم استدعوه علشان يجيب سرعة وبمجرد ما بيدخل بيعرفوه أن في راهبة انتحرت في دير روماني وكلهم شكين إنها مش مجرد عملية انتحار وفي حاجة أكبر علشان كده بيسلموا أنتوني أوراق الصفر ومعلومات التواصل مع فرنشي أول من شاف الجثة وكمان هتبقى معا مساعدة من دير الرهبات اسمها لورين لأنها تعرف المنطقة كويس وبتبقى لورين بنت مرحة جدا وبتحب الحياة والأطفال فبتدخل كبيرة الدير وبتبلغها بوصول أنتوني علشان تروح معا رومانيا وبتستغرب لورين لأنها لسه ما عملتش النازل بتاع الراهبات لأنها مبتدئة لكن بتسمع الكلام وبتنزل تتكلم مع أنتوني ولما بتعرف إن سبب ترشحها للمهمة إنها تعرف المنطقة كويس بتأكد له إن عمرها مراحت رومانيا أصلا وقتها بيفهم أنتوني إن في سبب تاني أكيد لاختيارها عن طريق الفاتيكان وبيتحرك السنائي على رومانيا وبالتحديد لبيت فرنشي الريفي واللي بيعجب بلورين من أول نظرة وبيبقى رافض إنه يوديهم الدير لأن القرية كلها بتخاف منه وبيقولوا عليه ملعون لكن بيضطر يوافق في النهاية علشان لورين وبنعرف إن فرنشي مش من هنا بس لما وصل وشاف القرية قرر يفضل موجود ويساعد أهلها وأول ما بيوصلوا لمنطقة الدير بتفهم لورين من أنتوني إنهم هنا المفروض علشان يحددوا إذا كان الدير لسه مقدس ولا لا وبيشوفوا جزء من قلعة الدير متضمر بسبب الحرب اللي قامت من كم سنة وبيعرفهم فرنشي إنه كان بيوصل المؤن هنا لمدة سنتين بس عمره ما شاف أي حد في المكان ولما شاف الراهبة المنتحرة قرر يشيلها يحطها في تلاجة علشان ما تتحللش بس بيتصدم لما بيشوف جزتها قاعدة وهو ما كانش حطتها كده لكن أنتوني بيحاول يحتوي الموقف علشان ما حدش يخاف وبياخد من إيديها المفتاح الغريب اللي كانت مسكها حتى وهي ميتة فبيقرر أنتوني إنه يدفنها بشكل لائق في المقابر اللي في الدير وقتها بتلاحظ لورين إن كل قبر عليه جرز فبيعرفها أنتوني إن الناس أيام الطعون عملوا الفكرة دي علشان لو حد الدفن حي ولا حاجة يشغل الجرز من جوه القبر ويطلعوا فورا بعدها بيوصلوا الباب الدير في المكان اللي تشنقت فيه الراهبة والغريب إنه رغم مرور أكتر من أسبوع إلا إن الدم لسه طازة كأنه من كام ساعة وبيدخلوا بعدها الدير الهادي جدا وما فيش أي حد جواه لحد ما بتظهر لهم الراهبة الكبرى مغطاب الكامل وما حد شايف وشها وبتأكد لهم إن الأم الأكبر هنا وبتعرف إن لورين ما كملتش النزر بتاع اكتمال الراهبات لسه فبيطلب أنتوني من فرنش يسيبهم شوية وبيعرف الراهبة بموضوع الفاتيكان وإنهم بعتوه هنا علشان يوفر الحماية ويأكد إن المكان مازال مقدس فبتعرفوا إن الصلاة بتاعتهم هتخلص الصبح فيجوا بكرة يتكلموا مع الراهبات زي ما هم عايزين وأثناء الوقت ده بيباتوا في المكان المخصص لهم في الدير وبيبقى فرنشي مش مرتاح في المكان لكن بيسمع كلام أنتوني وبيمشي على وعد إنه يرجع ياخدهم كمان يومين يكونوا خلصوا بس وأثناء مكان ماشي بيلاحظ راهبة شكلها مخيف جدا في الغابة وبيتصدم لما بيشوفها بالجرة حبل المشنقة فبيروح وراها وبيلاقيها بتشنق نفسها في الشجرة ولكن بتنزل فجأة وبتنط عليه علشان تموته فرنشي هنا طلع يجري فورا وهو مرعوب من اللي شافه لحد ما اختفت الرهبة ونجح فرنشي في الهروب بسلام وبتقعد لورين مع أنتوني في الليل علشان تعرف عنه أكتر وبتفهم إنه المسؤول عن الأمور الخارقة للطبيعة تبع الفاتيكان فبتحكي له لورين إنه هي صغيرة كان بيجيلها رؤى عديدة لحاجات كتير غريبة طبعا أهلها فكروها مجنونة علشان كده تواصلوا مع واحد من كهنة الفاتيكان ونجح في علاجها هنا أنتوني بيعرفها إن حصلت معاه حالة مشابهة حالتها والكلام ده كان أثناء الحرب في فرنسا لما بعت الأنتوني علشان في طفل بيشوف رؤى غريبة لكن على خلاف قضية لورين قرر أنتوني إن الطفل ده ممسوس وبيعمله عليه طقوس معينة طبقا لده ولما بيروح أنتوني يشوفه بيتصدم من الوحشية اللي تمت معاملته بيها وفي الوقت اللي الكل فكر إنهم طردوا منه الروح الشريرة خلاص أنتوني وقف قدامه وفضل يعمل طقوس طرد الأرواح واستصراخ من الطفل اللي تعزب جدا بسبب الطقوس دي وما عداش كم يوم ومات متأثر بجراحه ومن وقتها وأنتوني بيسأل نفسه إذا كان صحف تشخيصه للطفل ده وإنه ممسوس ولا لا وفي الليل أنتوني بيصحب سبب إنه سمع صوت غريب وبيفضل متتبع الصدة لحد ما بيوصل لمقابر الدير وبيبقى مستغرب من اللي بيحصل لحد ما فجأة بيشوف الطفل اللي تسبب فقاتله قدامه وبيطلع أفع من بقه بتهجم على أنتوني فبيرجع أنتوني الورى وبيقع في حفرة من حفر القبور وبتتقفل عليه وهو بيرن الجرز علشان حد ينقذه في حين إن لورين صحيت هي كمان من النوم وحس إن في حاجة غلط بتحصل وبتفضل ماشية لحد ما بتشوف خيال كبير بيتحرك قدامها لحد ما بيبقى في المراية بس في الحقيقة هو مش موجود فبتطلع بره المكان وهي بتنده على أنتوني لحد ما بيسمعها وبيفضل يضرب الجرز في حالة من الزعر ولما بتحاول لورين تعرف أنه قبر بتتصدم إن القبور كلها أجرازها بترن علشان تتشتت فبتركز لورين جدا لحد ما بتتعرف على قبر أنتوني وبتروح تحفر علشان تخرجه بسرعة وبيبقى أنتوني حاسس بالخف من وحشة المكان والأصوات الغريبة اللي بيسمعها ولما بتبقى خلاص الأرواح هتمسكه ويموت بتنجح لورين إنها تكسر القبر وتخرجه على آخر لحظة وما بيكونش فهمت زي هو وقع هنا والأرض دي كانت متغطية فبيفهمها أنتوني إن فيه شر طريق في الأراضي دي وبياخدوا متعلقات في قبر جنبهم وبيرجعوا على الدير بعد ما طلع النهار وبيتفجأوا إن الدماء تجددت من تاني كأن الراهبة لسه منتحرة فبيدخلوا علشان يقابلوا الراهبات زي ملكاهنة الكبرى وعدتهم لكن ما بيبقاش في حد فبيفترق السنائي وبيسلم أنتوني المفتاح للورين علشان تحاول تعرف بيفتح إيه بالزبط فبتمشي لورين لحد ما بتاخد بالها من واحدة في الشباك وبتطلع وراها لحد ما بتلاقي راهبة قعدة في مكان معين وعملة بتصلي وبتدعي بس قبل ما تقرب لها واحدة من الراهبات بتظهر وبتطلب منها ما تقربش منها لأنها تفضل تصلي حماية للدير والموضوع ده بيعملوا بقالهم قرون في الوقت ده فرينشي كان في حانة والراجل بتاع الحانة بيعرفوا إن فيه طفل انتحر النهاردة بشكل مروع وبيأكدوا على فكرة إن الدير اللي جنبهم ده في شر خطير وشكله كده بدأ يطولهم هما كمان هنا في القرية وفي الوقت اللي فيه أنتوني قاعد بيقرأ عن التعبان اللي شافه بيتصدم إن الباب بيتقفل عليه علشان ما يقدرش يطلع للورين اللي في الوقت ده هي كمان كانت قاعدة مع الراهبة علشان تعرف منها إيه اللي بيحصل لكن بتتفاجئ إن الراهبة تانية بتيجي تفتح الباب لإنه ممنوع يتكلمه عن اللي بيحصل في الدير فبتطلب منها لورين تحكي لها تاريخ الدير بالزاب علشان تعرف تساعد وقتها بتحكي الراهبة إن الدير كان بناء واحد في العصور المظلمة والراجل ده كتب نصوص كتير جدا عن السحر والتقوص اللي تخليه يقدر يستدعي قوة الظلام بس غصب عنه فتح بوابة تخلي قوة الشر كلها تعدي وتعيش بين البشر على الأرض لكن الكنيسة اقتحمت الدير اللي كان في الوقت ده قال عالسة وخلصوا على كل اللي فيها وقفلوا البوابة بدم مقدس جدا ونادر ومن وقتها الكنيسة اعلنت إن القلعة بقت الدير بتاعهم والراهبات من وقتها بيصلوا طول الوقت بالتناوب علشان يفضلوا حفظين الدير من القوة الشريرة والاسنين كانت خطتهم دي نكحة جدا فعلا لحد ما جيه وقت الحرب واتضرر الدير بطريقة ما فحرر قوة الشر من جديد وقتها لورين بتقطعها وبتسألها عن الكاهنة الكبرى اللي شفوها وشكلها غريب فبتفهمها الراهبة إن كلهم شفوها وما يعرفوش هي مين وبتخوفهم جدا بس هنا بتدخل واحدة من الراهبات علشان تنهي الموضوع وتطلب من لورين إنها تمشي من المكان لإنه لسه ما عملتش نازل الراهبات وبقت منهم لكن الراهبة التانية بتعرفها إن الأبواب تقفلت وهتضطر تفضل معاهم لتاني يوم في الوقت ده أنتوني كان بيحاول يفهم اللي بيحصل وبيحس بالكاهنة الكبرى اللي شافها قبل كده فبيروح علشان يتكلم معها لكن بيلاقيها بتأكد له إنه لورين ضعت خلاص وبتطفي الشمعة من إيده ولما بيحاول يقرب منها بيلاقي إيه طلعت في إيده والكاهنة اختفت تماما ولورين بتفضل تحلم حلم غريب والكاهنة بتبقى موجودة فيه برضو لحد ما بتقوم مفزوعة وبتتصدم أكتر لما بتشوف الكاهنة موجودة معها في الغرفة ولما بتقوم علشان تشوفها بتختفي وهنا بتظهر الراهبة اللي انتحرت وبتعيد مشهد الانتحار تحت أنظار لورين والباب كمان بيتفتح لوحده وبتسمع صوت الراهبة اللي حكيت لها كل حاجة وبتقرر تروح وراء وبتفضل ماشي لحد ما بتوصل للباب الغامض وهنا بتشوف الكاهنة الشريرة وبتبدأ تفقد توازنها تماما رياح شديدة بتحصل في المكان هدفها إنه لورين تدخل الباب وما تطلعش منه تاني لكن لورين بتفضل متماسكة حتى لما المفتاح بيقع منها وبيروح في الباب لكن فجأة بتلاقي نفسها وقفة والمفتاح في إيديها فبتطلع تجري فورا وهنا الراهبة بتشوفها وبتطلب منها تجيب حاجتها وتحصلها على الكنيسة أما أنتوني فبيتصدم لما الكاهنة الكبرى بتعدي من مكان ولما بيشوفه بيلاقيه مقفول أساسا في حين إن لورين بتروح للكنيسة تشوف كل الراهبات متجمعين وبيدعو على روح راهبة ماتت وبتتصدم لورين لما بتلاقي إنها نفس الراهبة اللي كانت معاها مما فيش وأنتوني بيزهر قدامه الطفل اللي تسبب في قتله وبيطلع تعبان من جديد علشان يقزي به وبيفضلوا يدعو على أمل إنهم يسيطروا على الشر الموجود في المكان وبيتصدم أنتوني إن فيه جثة بتطلع من أبراها وعايز تخلص عليه لكن على اللحظة الأخيرة بيكون وصل فرنشي وبيطير رأبة الجثة فورا وبتفضل لورين تدعي لحد ما بتتجرح في ظهرها وبتحصل عليها علامة طقوس معينة لكن فجأة المكان بيهدى وبتسمع فرنشي وأنتوني بيخبطوا فبتفتح بسرعة وبتحكي لهم اللي حصل بس الصدمة لما بتبصوا وراها ما بتلاقيش ولا واحدة من الراهبات فبتروح تشوف الجثة وبتتصدم أكتر لما بتحس كأنه عد عليها 100 سنة وتحولت تماما وبتأكد لهم لورين وقتها إنهم فهموا خلاص إن المكان ده ما بقاش مقدس وفجأة الجثة بتتحرك وبتغرز الصريب في رجلة أنتوني اللي بمساعدة فرنشي ولورين بيعمل على الجثة التقوس معينة بيخليها تتحرق وفرنشي بيديها طلقة يخلص عليها للأبد وهنا لورين بتعرفهم إن الأخت اللي انتحرت في الأول دي عملت كده علشان الروح الشريرة ما تستحوزش عليها لكن مهما كانت قوى الشر فهي محتاجة جسم مضيف تدخل فيه وبيقرروا إنهم لازم يقفلوا بوابة الشر دي للأبد وبيقعدوا بعدها يعالجوا جراح أنتوني ولورين بتعرفوا إن المفتاح ده شكله للمكان اللي فيه الدم المقدس اللي من خلاله يقدروا يقفلوا بوابة الشر لكن الأول بتطلب لورين من القصة أنتوني تكمل نزرها علشان تتحول لراهبة بالكامل لأنه بسبب رؤيتها للراهبات فدي ميزة عندها ولازم تستغلها في الخير وبالفعل بيعمل أنتوني المراسم وبتتحول لورين لراهبة مكتملة وقتها بينزلوا قبو وبيشوفوا مكان في الجدار بيحددوا أنتوني علشان المفتاح يتحط فيه وبالفعل أول ما بيحطوا المفتاح المكان ده بيتفتح وبياخدوا منه قرورة الدم المقدس فبيقرر أنتوني يلبسها لورين وبيبدأوا يتحركوا لكن لأن المكان كبير كل واحد فيهم بيتحرك في حتة ولورين بتظهر وراها الكاهنة المرعبة وبتهجم عليها وبيتصدم أنتوني بمجموعة من الراهبات بيقربوا ناحيته لكنه بيولع النار وبيجري منهم فورا حتى فرنشي بيتصدم لما بيقع جوه غرفة مليانة بالناس وعلى وشهم كيس لحد ما بيتصدم بلورين نفسها الشرل استحوز عليها خلاص بعد ما تمت التقوص وبتقرر لورين تهجم على فرنشي وتخلص عليه لكن فرنشي بسرعة بياخد شوية دم من القرورة وبينجح في طرد الروح من جسم لورين لكن الروح بتمسكه وبتخنقه وبتبعد لورين توقعها في المية علشان تتصدم لورين بالروح خارجة قدامها وبتكتم نفسها في المية علشان تخلص عليها للأبد فبيجي أنتوني وبيفضل يدعي ويقول الكلمات علشان يبعد الروح لكن بيفشل بسبب قوتها الكبيرة وفي الوقت اللي الروح بتفكر ان لورين ماتت وبتطلع القرورة بتتفاجئ الروح إن القرورة فضية وده لإن لورين شير بتتدم وحدفته في وش الروح بشكل مباشر وقتها بس الروح بتفضل تتعذب لحد ما بتتدمر تماما وبتختفي في البوابة اللي بتتقفل أخيرا للأبد وفرنشي بيكون لسه عايش وبيقدر إنه يفوق لورين قبل ما تموت هي كمان وفي اليوم الأخير لورين بتعالج جرحة أنتوني وبتدفن كل الرهيبات بشكل لائق وبتقرر تكمل طريقها مع أنتوني رغم الحب اللي بينها وبين فرنشي اللي بيظهر عليه علامة صليب معكوس وهو رايح يوصلهم علشان بعد عشرين سنة من اللي حصل ده يكون في واحد واقف بيشرح للطلاب موضوع طرد الأرواح وبيستشهد بقضية فتى القرية فرنشي اللي اكتشف وأثار على جسمه أكدت إنه ممسوس وبمساعدة لورين صديقته حاولت تخرج الروح من جواه لكن فشلت وكمان نجحة الروح إنها تدخل جوا لورين من جديد فلو حابين تتفرجوا على أجزاء تانية لورين وإزاي هتقدر تتخلص من الأرواح الشريرة دي عرفونا في الكومنتات وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم